بسم الله الرحمن الرحيم أهل وسهل بكم أعزائي طلاب جامعة ملك عبدالعزيز في جدة هذا شرح لنموذج الرايتينج أو حق الكمبارزين والكونترست باراغراف طيب نقرأ إيش المطلوب في بداية الرايتين الرايتينج قوز 4 ستفعله في المنطقة تحريري على الورق مدة ثمانين دقيقة والمطلوب من الطلاب كتابة باراغرافين باراغرافين أكاديميات مرتبات ومرظمات تنظيم جيدا باراغرافين واحد عن السميلارتيز بين مدوكاً 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 إذن باراغرافين واحد عن السميلارتيز أوجه تشابه واحد عن أوجه الاختلاف بين كاتب شيئين طبيين يعني ممكن يكون مرضين مدوكاً حسب ما فهمت من الطلاب حيث تواصلوا معي ستواصلوا معي ستواصلوا لك جدول ومنوا بعض المعلومات حشان تستفيد منها طيب سلم العلامات والتصحيح راح يكون أولاَ نكتب باراغرافين أولاَ نكتب باراغرافين أكتب باراغرافين أأـ هناك نت accidents يعني تستوفي الصناكí حقتها جلي بنعرفها لازم يكون فيه وما تكون وما تكون راجع صفحة 175 انا شرحت هذا الشابتر امس نزلته فجيد الواحد يعني نرجع له عشان نستذكر المعلومات يعني خلاص هذه العناصر عندك سنتنس عندك سبورتينج سنتنس وبرضو حاط لك ارقام الصفحات اللي بتلاقيهم في الشابتر اللي هو شابتر 8 في الأكاديميك رايتينج سيريس بعدين جيب كونكلودينج سنتنس الكونكلودينج سنتنس ريستيت تكونترولينج ايديا ان سميلاريتيز ديفرنسيز او كيف زنوبينين برضو نفس الموضوع لما توصل عن الكونكلودين شرحناه كله بالشابتر كيف تنظم هذي للكونكلودينج سنتنس ويعني صارت متكررة جدا نفس العناصر نفس العالية وبدنا ترانزيشن سيجنلز هذا كمان شيء لابد منه مئة وثلاث ثمانين لمئة وتسع وثمانين اه تكلمنا فيه عن هذولا الترانزيشن سيجنلز الخاصات بالسيميلارتيز اوجه التشابه هو الخاصات بأوجه الاختلاف مهم جدا تطلع عليهم واستخدام هذه الترانزيشن سيجنلز بطريقة يعني تراعي فيها القواعد ومكانها في الجملة وايضا علامات الترقيم كله شرحناه وايضا على مستوى البراغراف كله انتبه لتعلمات الترقيم والكابتاليزيشن والاسبلينج هذا يعني شيء صار بديهي بنسبة للطلاب قول لك ارجع مرة ثانية راجع هذا السلم المطلوب منك عشان تستوفي كل العناصر هذا للمدرسين طيب يلا خليني نشوف اسمي الرحمن الرحيم السامبل هذا هذا هو السامبل المقصود شو بقول هنا 1001 سامبل رايتين كويز فور طيب هذا هو الان في شيء غريب صراحة هنا لما طلعت عليها هو يقول اكتب باراغرافين لا واحد لاوجه الشبه كومبير هو الاوجه الشبه الكوينتراست هو اوجه الاختلاف طبعا تقارن هو جابنا مثال مثلا بين الحصبة ومرض النكاف هو الغدن التهاب الغدن نكافي ما ادري يشوفه بالظبط اذا كومبير لما يقول لي كومبير كومبير يعني اوجه تشابه كونتراست يعني اوجه اختلاف الان هو بدي انا واحد باراغراف لاوجه التشابه وباراغراف لاوجه الاختلاف طيب الان الكلام ما في مشكلة الان الان التخبيص بالنسبة لي لانه قال هذا كلام مه صحح هذا كلام مه صحح انت بس قتلي اكتب باراغرافين واحد عن الان اصحح ما يصلح تجيب البلوك كلمة بلوك بلوك اوغانيزيشن هذا ممكن يوهم الطلاب ليش؟ لانه بنفس الشابتر اللي انتو بتدرسوا فيه البلوك اوغانيزيشن بجيبه داخل البراغراف الواحد داخل البراغراف الواحد بكتب الجزء بخصصه لأوجه التشابه وجزء لأوجه الاختلاف او بعكس جزء لأوجه الاختلاف وجزء لأوجه التشابه في نفس البراغراف هذا ساعدته بكون اسمه بلوك يعني لو تخيلنا انه هذا البراغراف هذه الصفحة عندك كده هتحط هنا التوبك سنتنس بعدين هتجيب هنا اوجه التشابه مثلا بعدين اوجه الاختلاف بعدين عندك الكونكلوجين هذا كله داخل البراغراف الواحد اسمه بلوك اسمه هذا بلوك ايش بلوك او 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 لانه طبيعي انا حكتب البراقراف الاول للسيميلاراتيز والبراقراف الثاني للديفرنسيز او العكس ما فيش يسمونه بلاك انت قلت لي اكتب سيميلاراتيز براقراف وبراقراف ديفرنسيز كلمة بلاك بتجيبها لما تقول لي اكتب عن اوجه التشابه والاختلاف في براقراف واحد لكن استخدم نموذج البلاك لا تجيب لي نقطة بنقطة جيب لي اول شيء السيميلاراتيز بعدين وكلهم في براقراف واحد لذا لك هذا خطأ ولازم يراجعوا فيه او هذا البلاك براق اورجنيزيشن كمان وين اذا انت بتكتب السي اذا انت بتكتب السي يعني مقالة المقالة صار الامر مختلف المقالة تتألف من على الاقل اربع براقرافات او نقول ثلاثة احيانا لكن فيها الحالة هذا هنا نعم ممكن تقول لي سوي بلوك اورجنيزيشن داخل الاسي عشان تقول لي واحد للمقدم براقراف مقدمة براقراف اوجه تشابه براقراف اوجه اختلاف براقراف كونكلوجين هذا الاسي اللي انتو هتوخذه بعدين ليش تشترط علي بلوك اورجنيزيشن عشان ما روح اسوي الاسي تبعي نفس الشي بوينت باي بوينت يعني اجيب براقراف الاول حط في تشابه اختلاف البراغراف ثاني تشابه الاختلاف ادخلهم في نفس البراغراف فتنبهني على موضوع البلوك اما انت تقايل لي اكتب براقرافين مختلفين وقايل لي الاولاني حطه سيميلارتيز واحد والثاني حطه حطه ديفرينسيز فليش هذا تقول لي بلوك هذا كلام غلط طيب الامر سهل جدا يعني اولا لازم تراجع الشرح او تطلع على شرح الكتاب تقرأ ترجع تروح تعيد شرح الكتاب وتقرأ تحديدا هذا الجزء لما منيجي هنا اللي هو بيبدأ من عند التوبك سنتنس والسبورتين سنتنس والكونكلودين سنتنس لاحظ هنا هنا لما اتكلم عن انواع التنظيم البراغراف قل لك هنا في point by point organization وانظر هنا ايش سوى انظر اعطاك الطريقة لما بتكون عندك في داخل البراغراف الواحد سيميلارتيز و ديفرينسيز فبتعمل نقطة بنقطة نقطة بنقطة هذا التنظيم الاول التنظيم الثاني في الصفحة اللي بعده قل لك ممكن تعمل هكذا هذا اسمه البلوك البلوك داخل البراغراف الواحد ايش عمل عمل هنا سيميلارتيز وعمل هنا ديفرينسيز بس كلهم داخل البراغراف هذا اسمه بلوك يعني شو بلوك هذا هو يعني حصرهم في مكان واحد والديفرينسيز حصرهم مكان واحد صاروا يعني مقسمة الي قسمين للبراغراف بلوك بلوك يعني هو يعني زي المربع او المكان المخصص لشيء معين وكتلة بتصيرين ككتلة واحدة هذه كتلة وهذه كتلة مثلا انصح التعبير وهنا اجت التوبك وهنا اجت عشان كده انا هذا وجه الاعتراض علي اما انت بس تقول لي براقراف خلاص معات هنا معات تقول بوينت باي بوينت ولا بلوك معات تقول ما لو داعي الكلام لانه انت حصرتني في هذا البراقراف كله عن وفي هذا البراقراف كله عن طيب اذا لازم اراجح هذه الاشياء هذا هذا اساسي ثم هذا هو اساسي ذكر قال لك روح راجع على مية وخمس وسبعين صفحة مية وخمس وسبعين عشان نشوف التوبك والسابورتينج وصفحة مية وسبعين عشان نشوف الكونكلودينج سنتنس بعدين ايضا نقل لك راجع هذه الصفحات من مية ثلاثة ثمانية إلى مية ثلاثة ثمانية اللي هي السيغنال المتخصصة بالسيميلاراتيز والسيغنال المتخصصة بالكونتراست الكونتراست اوجه الاختلاف وطرق استخدامهم كلهم شرحتهم وعطيت عليهم امثلة واشبعت تشرح حلي التمارين عشان تمارس عشان تقدر اه توظفهم في كتابتك اذا ما فعلت ذلك كن عليك صعب بعدين الامور وفي امثلة شرحتها كمان يعني عشان يعني ممكن تدرسها وتستانس فيها تشوف يعني تستخدم مثلا يعني هنا مثلا حسابين المثال يعني انت لو بتكتب مثلا على انت حتكتب عن الميسلز تمام الميسلز والممس هذولا فشوف كيف تبدأ انت مثلا اه بنفس طريقة ما هم كاتبين هنا تجيب جملة تقديمية بتجيب التوبك سنتنس او اذا تبغى تبدأ بالتوبك سنتنس ما عندك مشكلة يعني بتقول مثلا مثلا although ميسلز and ممس 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 شوف انا ايش عملت انا استأنست بالنموذج اللي هنا موجود وعملت بداية حلوة جبت نفس الكلام هذا هو جالسة يقارن هنا بين لهجتين الانجليزية والبريطانية الامريكية والبريطانية وقول في بناتهم اختلافات انت نفس الشي جالسة تقارن بين مرضين مثلا فهتستخدم نفس التركيب الجملة هذا كتوبك انظر شون بيطلع معك حتى ميسلز وممس ممس شو يعني انا جبت اول شي الشي المشترك بينهم او يعني السم المشترك بينهم كلاهما مرضان فيروسيان مثلا فانت لما تطلب انك تقارن بين شيئين مثلا او تجيب الاختلافات لبين شيئين كافتتاحية بتقول صحيح ان هما متشابهين من الناحي الفلانية لكن يبقع في بينهم اختلافات فالقارئ رح يلتفت هذه حيلتفت يقول اه معناته هو حيحدثني عن ايش عن الاختلافات ما حيقول ولا حيركز على هذا وين التوبك اذا هذي توبك سنتنس مقسمة الى عندي التوبك شو هو التوبك انه الميسلز والمرضين الميسلز والممس هذول مرضين ايشي انه بيناتهم اختلافات هذي توبك سنتنس جميلة جدا طلعت طيب نروح هنا وهكذا بنفس الاسلوب تشوف نماذج الكتاب حطينا النماذج في براقرافات تتكلم عن وفي براقرافات تتكلم عن لازم تدرس الطريقة اللي مرة ثانية نرجع هنا تقرأ هذا النموذج عن ايش جالس يتكلم عن الاختلافات وتشوف كيف جالس يجيب النقاط وشلون جالس ينتقل وثم كيف جالس يسخر الموضوع يعني مثلا هو قال كم دفرنس هيجيب مثلا هو جايب ثلاثة بدأ شو قالك وان دفرنس اس كذا بعدين 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 جاب اختلاف اول اختلاف ثاني بعدين الاختلاف الثالداء من هو يكون العنصر الاخير بالسابورتنج سنتنس ثم الانتقال انظر قالك وبعدين عمل يعني حني جيه لما نصير هنا ما المقصد انك تدرس هذه النماذج في عندك حطي حوالي اربع اخمس براقرافات في هذا الكتاب واحد عن السميلارتيز واحد عن عشان تشوف يعني تنقل بيناتهم انظر روح انا كله شرحتم حرفيا اه يعني هنا بيعطينا اختلافات بين الطبيب العيون واخصاء العيون برضه هنا اختلافات هنا هنا هذا براقراف كامل عن التشابه انظر كيف كمان انت لازم يعني ما المقصود من دراسة مرة اخرى مرة اخرى عشان تشوف كيف جالس ينتقل انت حجيب التوبك سنتنس لكن كيف حتستعرض التوبك سنتنس شوف شلون بيقوم وان سيميلارتي بتوين انت بس بتبدل وان سيميلارتي بتوين ميسلز ان مامس ايش مثلا كذا كذا اه از كذا مثلا The symptoms يعني يجيهم ان شاء الله المقصد مرة ثانية انك تشوف النموذج شلون يعني شرحته حرفيا هذا شلون جالس ينتقل بين الجمل وشلون جالس يربط وشلون جالس يجيب الترانزيشن سيجنل هذول ويحطهم سيميلارلي لايك وايز بوث الاخير هذول اللي شرحناهم وهنا انا يعني هذا الانظر التوبك سنتنس كانت هذي there are similarities between ميسلز and mumps مثلا هذي التوبك سنتنس there are ثري سيميلارتي اذا انت مثلا خلاص مقرر كم حتجيب وجه تشابه ممكن تذكر العدد there are three main similarities between ميسلز and mumps بس ممكن تخش بالموضوع اذا حاب تجيب معلومة عنهم مثل ما قلت مثلا بوث مثلا تقدر تقول هكذا خلينا نروح طبعا هذا يعتمد هو شو قال لك بالمناسبة قال لك the information below may help you انا جايب لك معلومات هنا عشان تستأنس بها لكن انت تستطيع تضيف من عندك اشياء اخرى مثلا اوجه تشاوها ووجه اختلافات بحسب الحاجة ومش ضروري تحط كل شيء انت بالنهاية هو بده عشر جمل زي ما قال لك هنا انا بدي مئة وخمسين كلمة في عشر جمل فممكن هاي المعلومات الكثيرة يعني تكون تطلع اكثر فانت تقتصر على اشياء اللي تحس انها جيد انك تحطها اول شي انت هتأخذ تيجي هنا شو تعمل تشوف اولا انك هتكتب على وجه التشابه تشوف ايش المتشابهات فيهم تحط احتهم خط مثلا هذا highly contagious viral disease لاحظ وهذا contagious disease اذا اثنينتهم معديات الاثنين معديين والاثنين ينتقلوا بالcuffing and sneezing وهذا هذا مثلا تعتبر وجه التشابه فترة الاحتضان incubation period متشابهة فانت اول شي بتيجي على تحدد اوجه التشابه بعدين بتشوف يعني بتشوف هنا ايش اوجه التشابه من ناحية اسباب المرض اذا فيه تشابه مثلا انت لازم كمان توزع يعني نقاط محورية مثلا هتكلم عن ايش سبب المرض السبب اثنينتهم او طبيعة اثنينتهم فيروسي طريقة طريقة الانتقال او العدوى العدوى الاعراض لازم ترتب هذول الاشياء السبب والعدوى او الانتقال والاعراض اه طبعا فيه اناقاط فرعية ممكن انت بعدين ترتبهم تحت الاشياء الرئيسية العلاج او الوقاية الوقاية والعلاج هذ المحاور الرئيسية اللي انت بدك تبدأ فيهم فنفس الشي ايه فانت حت تقول مثلا من ناحية السبب بايش يتشابهوا وبايش يختلفوا عشان لانا حتدرجهم نفس الشي تحت ممكن يكون مو نفسهم بالترتيب يعني يكون اقصد يعني حتجد انه مثلا تزود او تنقص واحد منهم واش ضروري يكون نفس العدد على فكرة بالبراقرافين المحاور ممكن يتزيد او تنقص انت حر حسب يعني بعدين حنشوف هنا ايش الموجود اذا هاي المحاور الرئيسي بعدين العدوى ايش شو ما متشابهات ايش لان وجوز تلاقي مثلا انه في تشابه تمام بالسبب خلص هذا راح ما تقدر تحطه بالاختلافات تحت ما في اختلافات بالسبب اثنيناتهم فيروسي فلما تروح على الاختلاف ما حتحطه خلص فراح فحتلاقي الاختلاف بس من ناحية العدوى والاعراض والعلاج مثلا اما في التشابه لقينا اربع تشابهات في هذول المحاور والاختلافات لقينا ثلاثة مثلا لكن انت في البداية بتبدأ تشوف هنا ايش خلينا نصغر الجدول تحطه امامك الجدول وبتبدأ تحط بتبدأ تقول يلا خليني اطلع هذا تشوف الكلمات هذا كونتيجيس هذا كونتيجيس اثنيناتهم معديات واسباب العدوى وهذا الكوفينج سنيزينج وهذا الكوفينج سنيدي فترة الاحتضان متشابه برضو هذا الاعراض الاولية الاعراض الاولية هنا عندك هاي فيفر رنينونز دراي كذا كذا ممكن تجيب وممكن تقولنهم يختلف يعني فيه شعف مثلا اثنيناتهم فيه عندهم فيفر هذا تشابه لكن مثلا هنا هنا فيه ترافق في عندك مثلا تضخم في الغدد هنا ما في عندي تضخم مثلا هنا عندك كونجيكتيفايتس الالتهاب هذا الجفان هنا ما عندك هنا فيه اختلافات بس فيه وجهين تشابه فبتأخذهم وتترك الاختلافات للبراقراف الاختلافات وهكذا تحدد اياهم بس بتركز الآن على التشابه بعدين تيجي هنا الكمليكيشنز فهو عاطلك المضاعفات المضاعفات وين بيتشابه المضاعفات ثم وين بيختلفوا هنا عندك ديارية نيمونيا نجد انه ما فيش تشابه بالمضاعفات هنا من انتهى ذول حيكونوا اختلاف الوقاية فيه تشابه اثنيناتهم بالفاكسينيشن والجرعات هي 12-15 شهر واربع ونفس الشي نفس اذا هذا اذا هذا محور تشابه شوف الان هذا محور تشابه عندك الوقاية وعندك الاسباب والاعراض وفترة الاحتضان الاعراض فيه تشابه بعض منها بتجيب المتشابه منها وبس اذا صار عندك ثلاث محاور هذول مثلا هذول هذول ثلاث محاور اللي انت حتتكلم عنهم في السيميلاراتيز فحتقول التشابه الاول من حيث حتقول التشابه الاول من الحيث they are both contagious diseases كيف they are شلون هما contagious diseases كيف هما بعدنا تكتب نقلنا احنا كيف نكتب التوبك سنتنس جيبنا مثال قبل شوي مثلا both مثلا بتقول both both هذه من الكلمات اللي يعلمونا اياها اللي هي تستخدم both both measles and mumps او بتقول measles انتبه لالسبنن احيانا من السرعة ما ما انتبهها بس انت مم مثلي تكون mumps are common diseases with with quite a lot of similarities similarities between them كلاهما مرضان شائعان diseases نشوفان اشلون بنقص بخبص with quite a lot of similarities between them اذا with quite a lot of similarities with quite a lot of similarities between them هاذا هاذا يعطى واك سنتنس حقك تنطلق منها الان بتقول the first similarity the first similarity is related to the first similarity is related to المحور الاول ايش دا تكلم عنه ايش كانت تشابه the first similarity is related to incubation period they are both with يعني اشوة سبب المرضى the virus is incubated for eight to fourteen days usually then the then the symptoms then تبدأ تقول ثم يعني اذا تقول او second بيجي symptoms ف the second similarity وترجع للبارغراف اللي حطناه عشان تبدأ تقول مثلا both are incubated or have an incubation period of eight to fourteen days نقطة moreover or in addition they are highly they are contagious and they are spread by ممكن تدمج ممكن تدمج او بتقول بتستخدم تقول like like measles مثلا like measles mums are يعني كيف تدمج هذه شوف لان الدمج بالجملتين هذول مثلا اتبعطي امثلة الان بس الترتيب عليك يعني مثلا مو هذولا مشترك بينهم انت هو طالبك انك تجيب transition signals فهذولا المشترك بينهم صح فانت بتوحدهم بجملة واحدة تقول تقول like 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 measles يعني على غيران الميسلز ايوه بتحط فاصلة لانه هذا صارت like وانا حرف جر وهذه proposition phrase like measles mumps mumps شو ماله هذا is a contagious viral disease وبعدين فانت جبت هذه النقطة انهم اثنينا تم contagious بدك تضيف كمان معلومة ثانية ايش المعلومة انه both are مثلا both are caused by ما رح يقول نفس الفيروس صح لا خلاص ما نقول احنا انه contagious viral disease both can can be transmitted 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 by or او انت شوف هنا انا انا قلت both can be transmitted هو كاتب spread يعني عشان تنوع ممكن تقول both can be spread by وتقول coughing sneezing كذا 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 مثلا فانت تشوف ايش اللي يحتمل الدمج تحتمل وكون في نقطة واحدة يعني مكون في يعني علاقة منطقي بانت خلصنا هيدا بعدين the second similarity is ناحية ايش مثلا symptoms the second similarity is related to symptoms measles مثلا measles have high fever and cause or measles cause high fever بعدين شو نقول first يبقلك مثلا initial symptoms بعدين ثلاثة ايام هنا في عندك ايش ما في عندك initial ما في عندك فور فهنا في عندك اعراض اولية وبعد ثلاثة الى خمسة فيه التفصيل فانت تبدأ بالانفصل في بتقول انو measles cause high fever and after three to five days later the patient starts to experiencing مثلا a rash on the face down the neck and arms then he will have an irritability irritability اختلاف والله ما في اللي عنده الفيفر بس بس الفيفر من ناحية الفيفر both cause fever بس ما عندي الا fever هنا ما في لا عندي الا fever بس اختلاف المهم لما تيجي انت مثلا لازم نشوف ان هذا اختلافات هنا كله تعال انا هنا مثلا خلل نشوف عن نقطة وعذا مثلا عشان نجيب مثلا ميسلز can be prevented through vaccines ميسلز can be prevented through MMR vaccine مثلا نقطة شفت نجيبت له similarly similarly mumps can be also treated through vaccination can also can be prevented through vaccination بعدين with the first dose to be given 12 to 15 months and the second dose كذا وكذا ما في داية تعيد كل واحد هنا تكلام تقول يعني انت بتجيب اول واحد مقدمة ومثله هذا كذا وكذا وكذا لذلك لازم نرجع احنا على استخدام similarly وكيف الربط وكيف توظيفهم كامثلة وهكذا يعني انت احصر التشابه ثم هابدأ انا سويت تمرين اللي في الكتاب في جمل يعطيني جمل وشو اربط بينهم ووحدهم يعني بتعتبر كأنه عندك جملتين وانت حتوحدهم يطلع معك جملة واحدة مثلا يصير مثلا تشابه اه بتمشي على هالمنوان ان شاء الله الامور يصير طيبة طيب الان خلصت انت حتيجي الان على حطيت المحاور الرئيسي قلت انت مثلا نظمتهم حسب مثلا السبب الوجه التشابه الاول هو من حيث السبب كلاهما فيروسي وشه التشابه الثاني طبعا كل واحد لازم تعطي شوية مع التشابه الثاني مثلا هنقول الاعراض انه فيه بيناتهم فيفر يعني غريب ما فيه اللبس فيفر هنا فيفر ما اني قادر يشوف اي شيء في عندك التعب الوهن العام وفقدان الشهية هنا ما عندي هنا فيه راني نوز هنا فيه راني نوز هنا ما فيه كف ما فيه المهم يعني ممكن يعني تكون النقطة عابرة ما عندك مشكلة بس يعني تعطي عليها توضيح ما فيه مشكلة يعني ما لقينا الا ثلاثة اوجه تشابه شو المشكلة واحد من حيث السبب يعني السبب والانتقال والثاني من حيث الاعراض وكان في عندي لا والله الثنافي عندنا يعني فترة الاحتضان اذا صار عندنا اثنيا ممكن ما اذا ما تحب تكتب عن السيمتم خلاص ترك صار عندك هنا واحد وهنا واحد وهذا كويس بس عليك تسوي شوية تفصيل لهم في كل واحدة يعني لما تقول incubation period 16-18 days اذا فيه معلومات تزاد ولاحظوا وقل اذا فيش عندك معلومات انت تقدر تجيبهم الان لما تيجي عند ال conclusion 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 شو قايل لك اما تسوي restate restate ل هذي مثلا topic sentence احنا فتعملها اعادة ذكر تريد تعملها اعادة ذكر بطريقة يعني بعبارة اخرى وتعطي رأي ان حبيت تعطي رأيي كمان يقول لك ما في مشكلة لو رجعنا هنا شو كان قايل او هنا تحت ايوه have a concluding sentence that restates the controlling idea and main similarities differences or given idea يعني هو مخيرك اللي فوق هذا انا دائما اعتبره خيار صعب انك تعيد ذكر topic sentence وتلخص فانت يعني هنا حتعيد اقول in summary يعني لو حتعيد حتقول in summary both حترجع اتقول both او just as شوف هذه نجس سويتك بتلاتا just as measles mumps شو ما الممس 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 نا شو دل مول ميسلز and mumps and mumps are two similar similar شوف انجيبت انا كلمة similar are two similar sicknesses sicknesses in terms in terms in terms in terms of cause symptoms انا جبت هذه العراض اقول in terms of incubation incubation period and تحط فاصلة وما تحط تعور and prevention هذا بسمو انه تلخص التشابهات وينطبق على اختلاف النس جبت اهم ثلاث تشابهات مثلا بين اهم ثلاث المحاول المتشابه هذا اسمو ايش اش اقول لك حطيت لك انا اوجه تشابه واختصرت رياها في الجملة الاخيرة هذا صعب او انك ما تقول كذا تيجي انت تقول تسوي ايش اوبنين او ركومنديشن تعطي اوبنين او ركومنديشن يعني رأيك ان سأماري هذه او 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 إذا الناس يأخذ الوصول على الوقت المحدد بس فانت الان جلست توجه دعوة للناس انه يا ناس اتطعموا عشان ما يسيك مثلا هذا مثال هنا اعطيت رأيك انت وهذا ينطبق الان الكونكلوجي اللي سويته بتروح على الديفرنسز نفس الشي نفس الشي الديفرنسز وطريقة ايضا التوبك سنتنز بالديفرنسز نفس اللي ما بدينا هنا انت مثل ما قلت او الطريقة الاخرى تقولها كده كده وهذا كثير ممتاز هذا وفي عندك يعني عدة طرق هذا كده ذكرتاني او الطريقة اول ما بديت تتكلم ممتاز هذا الكثير ممتاز لديهم ثلاثة مثلاً لو انت عارفت حتى تسوي إذا عندك عدد بتحط عدد ما عندك عدد تقول لديهم مجموعة مختلفة بينهم بس بكل بساطة هذي التوبيكس أنت ومنها بتنطلق أولاً مختلفة كذا 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 وبتجيب سبورتيني أولاً مختلفة كذا كذا أولاً مختلفة كذا كذا تجي على الانكونكلوجين تروح الكونكلوجين والكونكلوجين بتعمل مثل ما عملت أنا يا أما بتلخص الثلاث اختلافات الرئيسية أو تعطي رأيك في هذا الموضوع طبعاً لازم تدرس وتشوف إيش الانت ما عم نتكلم عن هذولا حصراً راح يجيب لكم أشياء ثانية يعني ما منع رشو هي يجيكم بس يعني مقصد أنه لما دك تعطي رأي أو توصية تعرف إيش يعني كيف دك توجهها عشان تكون منطقية أو تلخصه من استطاعت في الكونكلوجين وهذا بتطلع معك وراجع للترانزيشن سيجنلز اللي ذكرناها عشان يعني تقارن وانت جالس تمشي بين النقاط كيف تنتقل من نقطة للنقطة وتوظف هذولا مثلاً بطية كله شرحته كله شرحته أنا بالشابتر إذا رجعت له إن شاء الله بتستفيد أتمنى أن يكون فدتكم يعني هذا اللي يستطيع أني أذكركم فيه اللي يشوفون هذا عندهم كمان مزيد من استفسارات يراسلوني على الواتسوب أو يكتبون بالتعليقات أتمنى لكم التوفيق يا أخوان حتى نشوفكم في تسجيل جديد نستبدعكم الله السلام عليكم اشتركوا في القناة